السلام عليكم ورحبا بكم في قناة دي دوسوميبي هلنها ان شاء الله سنتحدث على الموضوع اللي انا في الحقيقة جررته وهو الثوم ماذا يحدث عند إعطاء أرانيبي الثوم انتم كما تشوفوا هذا الأرانيب اللي كنتم قريبتهم في الفيديو سابق راها كانت عندهم تقريبا من جس سمانات مني قريبتهم منكم دبارة عندهم الشهر دبارة نفطمتهم على الأم ديالهم ولكن خليتهم مقابلين مع الأم ديالهم انتم كتشوفوا الأم ديالهم راهات المائية كتشوف فيهم وما دفلوا ما دكريت لنا باش يدفوا فيها في الليل دبارة اسم الموضوع ديالنا هو الثوم الثومي لمشي تتعطيته الأرانيب اسمه كي أثر عليهم هما كيفاش الطريقة دياله هادي نوريكم طريقة دياله أنه مقديروه في الماء ومتخليوا دك التوم حتى يترطق بالراسه يعني كيتنفقه كيفاش اسمه هو التأثير ديالهم على الأرانيب أنه مضاد ضحاياوي مئة بالمئة كونهم متأكدين أن قاعد الناس اللي كيستعملوا الأدوية يعني المعاوية وكيستعملوا الأدوية ديال دموية يعني الليبرة راه التوم السيدة ربيع يعطيهن خالقنا هاد هاد النبات هادا أننا يعني ما غادش ندهوه لمشينا تحتها عطينا الأرانيب كيفاش طريقة انها أنا جربتها هاتنوا تتوم هكا يكون عبارة عن فصوص هكا كتشدوا واحد كتتكشروا هكا بلابيدو ما تكشروا قاعد غي غي تفس هكا قاعدة بغيتو تفلحوا وفلحوا لكن انتو ما غيب هاد طريقة هكا انتو ما كتشوفوا تشيو تشربوا ديالهم صافي وتحطوا لهم واحد جوج فصوص هكا وتخليوا ومارعةوامين كم يشربوا منو كونو متأكدين أن هادise طريقة موضاد حيوي مائة بالمائة لل تنفس الجهاز التنفس إديالهم لكل الأرانيب اللي كي المرض أو الأرانيبه العائد الضيقه اللي كي مرضو الهم بالجهاز التنفس إدحم المخاطين ديالهم يعني كي بقى فالبلغم ديالهم اللي بحال إنسان هم كيتأثروا كيو اللي عندهم دوك العطيس كيو اللي عندهم الرواح كيو اللي عندهم وتبالنسبة للجهاز ديال يعني الكرش ديالهم يعني المعدة والمرارة كل شي را بكونوا متأكدين أنه اللي عطيتهم الثوم را مضاد حيوي مئة بالمئة وهذه را كنقول لكم مجرد يعني الناس ديالبكرية هم اللي كانوا كيديروا هالحويج هادو ما كانوش كيعرفوا اسمه ود وقع ما كانوش عرفوا اسمه هي ليبرا وكانوا كيكبروا لهم هنا وكي يستفدوا منهم وإحنا يا في هاد الجو اللي ولينا فيه الجو حقيقة كل شي لاحظوا معايا كل شي الناس ولو كيمرضوا حل الأمراض نقولوا الضيقة كيين حساسية كيين سميتوا الإنسان ولا يعني على أوله كي يمرض إلا مش هتخرج غير لبرد كي يمرض أما الناس اللي كانوا بكري رام كانوا عايشين طبيعي ما كانوش كيديروا المواد الكيميائية ما كانوش كيديروا الدوايات كانوا عايشين صحاح آآ انا حاولت نسول الناس قيل بكري يعني دوك الناس اللي الكبارين في السن كيفاش كانوا كيد يديروا الطرق وواحد المرأة كبيرة هي لي قتلي هالطريقة قتليه أن الثوم راه مضاد حيوي ولا معرفش أشدك شي كان كيدير فيهم ولكن منين سولت وبحثت في الانترنت لقيت أنه الثوم لا بد ما يكون عند القناين لأنهم كيبلي عندهم مناعة مئة بالمئة كنوا متأكدين أنه أنا جربتها حاولت أني مبعد على حسب الدوايات وهذه حاولت نجرب هالطريقة وجربتها لواحد الخلفة والحمد لله كانوا مزيانين يعني ما مرضوش والأمور دازت هي عادلة إذن إلا عجبكم فيديو ساندونا وتقيوا على زر جامل ومرحبا بالتعليق طيبة ديالكم وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر